ينضم إلينا للتعليق من العاصمة الأردنية عمان رجع طلب الكاتب والمحلل السياسي سيد رجع يعني لنبدأ أولا بالخبر الخاص بعودة المبعوث الأمريكي أعموس هوكستن من لبنان مرة أخرى إلى إسرائيل ثم تصريحه الذي قال فيه إن وقف إطلاق النار في غزة قد يخفض الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية كيف تنظر إلى هذا التصريح وإلى أهمية عودته مرة أخرى إلى إسرائيل مساء الخير بتقديري أن هناك مفاوضات صعبة قاضها المبعوث الأمريكي مع الجانب اللبناني سواء الرسمي الذي كان يوصل رسائل بين الولايات المتحدة وبين حزب الله أو رئيس مجلس النواب أيضا نبيه بري الذي له موقف متشدد في قضية المقاومة وحق المقاومة بالدفاع عن نفسها والربط بين غزة وجنوب لبنان بتقديري أن هناك معلومات لربما أطل عليها المبعوث الأمريكي تؤكد أن الحرب مع حزب الله في جنوب لبنان أو في لبنان بصورة عامة ليست نزهة وليست مسألة سألة وخاصة بعد فيديو الهدهد الذي أحدث ضجة كبيرة جدا في الأوساط والنقب الإسرائيلية السياسية والعسكرية حتى لدى الجمهور الإسرائيلي فلذلك الآن هناك حالة من الخوف الشديد من أن يكون هناك حرب قادمة بالنسبة للجمهور أقصد الجمهور الإسرائيلي مع حزب الله فهو حزب متسلح وقادر وقواته النيرانية قد كشفت عنها مؤخرا إحدى القنوات الإسرائيلية تقول أنه في حال حدثت الحرب قادر يوميا على أن يقصف إسرائيل ب3000 إلى 4000 صاروخ يومي فبالتالي هناك مستوى من القوى النيرانية قد لا تستطيع دولة مثل إسرائيل صغيرة قائمة على اقتصاد الميناء وعلى التكنولوجيا العسكرية والتكنولوجيا الهاي تاك أن تتحمل ضربات لهذه المواقع الحيوية والتي أيضا شاهدناها من خلال فيديو المسيرة الهدهد الذي بث بالأمس على معظم القنوات الفضائية في العالم نعم يعني بعض الأراء تقول أن الولايات المتحدة إذا أرادت وقف إطلاق النار في غزة فستوقف إطلاق النار في غزة وبيدها أن تفرض على حكومة بن يمين نتنياهو ذلك فلماذا لا تفعل؟ كيف تنظر إلى هذا الرأي؟ بتقديري أن الولايات المتحدة هذه الإدارة إدارة ضعيفة للغاية وهي في سنة انتخابية وبالتالي عندما تكون هي في سنة انتخابية تحاول قدر الإمكان أن تراعي الصوت الصهيوني وقوة الضغط الصهيونية التي تتحكم بسرع القرار في الولايات المتحدة كما تعلم والرئيس بايدن نفسه ضعيف للغاية ولا يستطيع أن يفعل شيئا لذا هو أضعف من أن يضغط على نتنياهو نتنياهو يدرك أن الإدارة الأمريكية ضعيفة وأن الرئيس بايدن ضعيف فيقوم بالضغط عليه لأخذ الأمور نحو أهدافه السياسية المتمثلة بإطالة إدامة أمد هذه الحرب من أجل أن ينتظر صديقه المقرب والعزيز دونالد ترامب الذي ترشحه الاستطلاعات الرأي أن يعود مجددا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي المعادلة أصبحت بين ترامب وبين بايدن وبين نتنياهو أصبحت بكل وضوح هي معادلة صفرية إما أن تفوز أنت بالانتخابات يا بايدن أو أبقى أنا رئيسا للوزراء كنتنياهو إذن هي معادلة صفرية وإدارة أمريكية ضعيفة ونتنياهو هو المستفيد الأكبر من هذه الظروف المحيطة بمجمل المعادلة نعم الوضع على الجبهة اللبنانية كيف تنظر إليه خلال الأيام المقبلة ويعني إذا ربطناه بما يحدث في غزة بتقديري أن يعني إذا كان هناك عقل في دولة الاحتلال في إسرائيل يجب تفادي حرب مع حزب الله إذا فقد نتنياهو هذا العقل وأصر على أن يوسع عمد الحرب وهذا خط أحمر حسبما سمعنا من كثير من المسؤولين الأمريكيين خط أحمر أمريكي لأن الولايات المتحدة ليس في واردها أن تطورت أكثر بالشرق الأوسط ولديها انتخابات وظروف الإدارة صعبة في هذه الانتخابات من المفترض أن يكون هناك عقل يعني يدفع التطرف الإسرائيلي نحو العقلانية ولكن بتقديري أن الأمور لن تذهب إلى حرب الآن لأن الظروف الداخلية داخل دولة الاحتلال معقدة للغاية اليوم سمعنا كيف أن شاس تهدد نتنياهو بسحب الثقة وإسقاط الحكومة وهو أصلا على خلاف مع بن كافير بخصوص مجلس الحرب الجديد ولذلك هناك أوضاع داخلية مقلقة للغاية بالنسبة لنتنياهو فبالتالي لا أعتقد أنه سيدهب بأخذ قرار نحو حرب جديدة مع حزب الله في هذه الظروف نقلتنا إلى الأحداث الداخلية وتطورات السياسية في إسرائيل وهو ما يستدعي التوقف عند هذه النقطة خاصة مع اقتحام أو دخول عدد من المتظاهرين إلى مبنى الكنيسة واعتقال بعضهم ثم تصريحات هجومية من يائير لابيد تجاه بن يمين نتنياهو ومن أين أتى بمصادر تمويل رحلة أبنائه إلى ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية كيف تنظر إلى التطورات السياسية في الداخل الإسرائيلي وإلى إمكانية أن تؤثر على مصار الأمور في المرحلة المقبلة؟ أولا علينا أن أخذ نظر الاعتبار أن نتنياهو لن يحيد عن هدفه الاستراتيجي السياسي وهو أن يبقى رئيسا للوزراء في دولة الاحتلال هذا هدف لن يحيد عنه إطلاقا إلا إذا سقط بالكنيست وهذه مسألة عندما نحسبها سنجد أن الحسبة لن تسقطه في الكنيست إلا إذا شاس أخذت قرار جدي بخصوص موضوع الانتقام منه لأنه أسقط بند قانون الحاخامات عن جدول الأعمال كما تعلم اليوم فإذا أقدمت شاس وتحالف مع حليمين الحريدي مثل سموتريتش وابين كافير بكل تأكيد ستسقط الحكومة لكن إذا جاءت الأمور لرغبة نتنياهو وقدرته على السيطرة على المعادلة المتغيرة داخل الوضع السياسي الإسرائيلي فإنه لن يحيد عن هدفه الاستراتيجي ولكن بكل الأحوال الأوضاع في الداخل الإسرائيلي هناك ضرب تحت الحزان يعني لا يمكن أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه بتقديري طالما أن هناك حالة غليان سياسي ضد السياسات التي ينتهجها نتنياهو نتنياهو الآن يواجه معارضة علمانية على رأسها جانس وأزنكوت ويائر لبيد وهناك الآن معارضة داخل الحكومة على رأسها شاس بخصوص قانون الحاكمات وهناك أيضا خلافات مع الإدارة الأمريكية بشأن التصريحات التي أطلقها بالأمس وأول أمس واتهم فيها بشكل غير مباشر أن الولايات المتحدة تتخلى عن إسرائيل في هذه الحرب ولا تريد تزويد إسرائيل بالقضائف والدخيرة المطلوبة للانتصار في هذه الحرب إذن هو يعيش عدة أزمات ولكنه قادر على إدارتها بطريقة أو بأخرى طالما أن الاعتلاف الحكومي صامدا وباقدا شكرا جزيلا لك سيد رجال طلب الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من راصمة الأردنية اشتركوا في القناة